بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد درسنا اليوم من الصف الرابع الدرس الحادي والعشرون صورة الغاشية الآيات من 17 إلى 26 التفكر في الكون بداية نبدأ بقراءة الآيات ثم نبدأ بتفسير هذه الآيات الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبان كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم صدق الله العظيم نبدأ بشرح الآيات الكريمة طبعا بداية صورة الغاشية الآيات من 1 إلى 16 كان الحديث عن يوم القيامة وعن مصير المؤمن ومصير الكافر أما فيما يتعلق في هذه الآيات الكريمة فبإذن الله الحديث سوف يكون عن بعض من مظاهر التفكر في هذا الكون وعظمة الله تعالى وسوف نتحدث عن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ في الآية الأولى يقول الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت طبعا يقول الله تعالى حاثا للذين لا يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من الناس أن يتفكروا في مخلوقات الله تعالى الدال على توحيده أفلا أي ألا ينظرون إلى خلقها البديء وكيف أن الله تعالى سخرها للعباد وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يضطرون إليها والله سبحانه وتعالى خلق هذه الإبل قادرة على تحمل الجوع والعطش والبرد والحرارة فسبحان الله هذه الحيوانات قادرة على أكل الشوك والشجر وهذه من قدرة الله سبحانه وتعالى أن أعطاها هذه القدرة إذن الآية الأولى هي حف الناس خاصة الذين لا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفكروا في مخلوقات الله تعالى وأن ينظروا إلى خلقه البديء أما فيما يخص الآية الثانية وإلى السماء كيف رفعت أي أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه السماء مرفوعة من غير أعمدة ترونها فهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى فلو أردنا أن نرفع شيء للأعلى فالشيء الذي يسنده هي اليد استحالة أن يتم رفع شيء للأعلى دون وجود شيء يسند هذا مثلا لو أردنا أن نأتي بكتاب فنرفعه للأعلى لا نستطيع فالسند الذي يسنده من؟ يدانا فلذلك من قدرة الله سبحانه وتعالى أن خلق السماء سبع سماوات طباقا بغير أعمدة نراها فهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى إذن هذا مظهر آخر يدعو إلى التفكر في هذا الكون عظمة الله سبحانه وتعالى وإلى الجبال كيف نصبت أي كيف أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الجبال كالأوتاد ثابتة حتى لا تهتز الأرض وتضطرب وجعل فيها منافع عظيمة إذن من حكمة الله تعالى أن خلق هذه الجبال حتى تثبت الأرض ولا تهتز ولا تضطرب نأتي لهذه الآية وإلى الأرض كيف سطحت معنى سطحت يا رابع أي بسطت فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض مبسوطة ممهدة حتى يستطيع الإنسان أن يستقر عليها ويتمكن من السعي والمشي فيها فيحرثها ويغرسها دون أن يجد صعوبة فسبحان الله تعالى يعني هي من قدرة الله تعالى وبالمقابل هي من نعم الله تعالى علينا أن جعل لنا هذه الأرض مبسوطة يعني منبسطة مستوية حتى نستطيع أن نعيش عليها فهي ليست مرتفعة إنما هي مبسوطة وممهدة إذن نتحدث عن أربعة من مظاهر قدرة الله تعالى كما وردت في هذه الآيات طبعا لو تأمننا في الكون فمظاهر الله تعالى كثيرة ومظاهر قدرة الله تتجلى في أشياء كثيرة في هذا الكون لكن كما ورد في هذه الآيات أولا نتحدث عن الإبلي كيف خلقها الله سبحانه وتعالى وأعطاها القدرة على تحمل البرد والعطش والجوع والحرب ثم تحدثنا عن كيف أن الله تعالى رفع السماء بغير أعمدة وهذا من قدرة الله وكيف أن الله سبحانه وتعالى خلق الجبال حتى لا تهتز الأرض وتضطرب وكيف أن الله تعالى جعل لنا هذه الأرض مبسوطة حتى يسهل العيش عليها نأتي الآن لنتحدث عن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت في هذه الآيات الكريمة فذكر إنما أنت مذكر أي هنا خطاب لمن لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أي فذكر يا محمد الناس بما أرسلت به إليهم من أوامر هذا الدين ومع ذلك فلست بمسيطر عليهم فلا لهم عليك إذا لم ينقادوا لتعاليم الإسلام إذن هنا وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم تذكير الناس بالدين الإسلامي وإرشادهم إلى ما هو خير لهم وتحذيرهم إذا تولوا وأعرضوا إذن معنى كلمة بمسيطر أي بمتسلط لست عليهم متسلط يعني أنت لست عليهم بمتجبر حتى تجبرهم على الدين إذن مهمتك يا محمد طبعا صلى الله عليه وسلم هو تذكير الناس إلا من تولى وكفر تولى أي أعرض ورفض العمل بأركان الإسلام إذن هذا من فيما يخص الكافرين معنى تولى أي أعرض ورفض العمل بالدين وبأركان الإسلام ما نتيجة من تولى وكفر كما وراد في الآيات الكريمة فيعذبه الله العذاب الأكبر أي يعذبه عذاب الآخرة العذاب الشديد الدائم وهو نار جهنم اللهم عافينا وعفو عنا إنا إلينا إيابهم أي موتهم ورجوعهم إلينا لا إلى غيرنا إلى من؟ أي إلى الله تعالى ثم إنا علينا حسابهم أي نحن يعني من؟ الله تعالى هو الذي يحاسبهم على أعمالهم إن خير فخير وإن شر فشر لذا فلا يضرك يا رسولنا إعراضهم وكفرهم وما عليك سوى تذكيرهم بأمور دينهم فمن اهتدى نجى من النار ونجاته لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها لحظة الآن نتطرق إلى أتعلم وهي معاني هذه الآيات المطمئة إنكم تحفظوها سطحت أي وسطت مسيطر متصلط إيابهم أي رجوعهم خلينا نشوف الشرح الوارد في هذا الدرس أفهموا معنى الآيات الكريمة بعد أن بيّنت الآيات الكريمة السابقة من 1 إلى 16 حال الناس المؤمنين والمكذبين يوم القيامة دعت الآيات من 17 إلى 26 إلى التفكر في مخلوقات الله تعالى وبيّنت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم إذن موضوع هذه الآيات ينقسم إلى قسمها قدرة الله تعالى على الخلق ووظيفة النبي صلى الله عليه وسلم قدرة الله تحدثنا عنها لكن نضف كما هو وارث في الكتاب عن خلق الإبل فقد جعل الله تعالى لها من القدرات ما يمكنها من تحمل الحر والبرد والجوع والعطش ثانيا خلق السماء خلق الجبال وتمهيد الأرض أما وظيفة النبي فهي تبلغ الناس رسالة الله تعالى بالحسنة وليس بالإجبار ثم يبعثهم الله تعالى بعد موتهم ليحاسبهم على أعمالهم نتطرق إلى النشاط الموجود هو نشاط كثير ممتع يعني إذا بتطلعوا يا رابع أرجع إلى سورة الغاشية وأكتب الآية الكريمة المناسبة للسورة فيما يأتي السورة أولى سورة السماء إذن وإلى السماء كيف رفعت السورة الثانية وإلى الأرض كيف سطحت ثم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت آخر سورة وإلى الجبال كيف نصبت مطلوب منكم يا رابع إنكم تحلوا هذا النشاط أما فيما يخص الهدايات القرآنية أتفكر في مخلوقات الله تعالى وأردد سبحان الله يعني الآيات إلى ماذا هدتني أنصح زملائي وأدعوهم بالحسنة ممكن نضيف واحدة كمان أشكر الله تعالى على نعمه آخر الشيء نشاط بيتي وهذا خاص فيكم لكن حبيت إني أشارككم يا أحاول أفراد أسرتي في معنى قوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر وأستنتج وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا بتحب تكتبها كما هي واردة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم ويذكر الكافرين بعذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة ونعيم الله من المؤمن هلأ بننحل مع بعض أسئلة الدرس وياريت كل سؤال نسطر جنبه ونجاوب بخط مرتب السؤال الأول تناولت الآيات الكريمة موضوعين رئيسيين أذكرهما طبعا قدرة الله تعالى على خلق وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الثاني عنا صندوق في مجموعة من الأحرف ورح نطلع منهم معنى بمسيطر طبعا معنى كلمة بمسيطر هيها واردة بمسيطر أي متسلط هي ألف با معنى إيابهم أي رجوعهم هي با جنب معنى سطحة أي بسيطة شو المطلوب؟ الحروف اللي باقي هي مظهر دال على عظمة الله تعالى وإذا نظر نظر حروف كلمة السماء السؤال الثالث الآيات الكريمة التي تدل على أن الله تعالى سيبعث الناس ليحاسبهم على أعمالهم هي ثم إنا علينا حسابهم وبينوا مظهرا من مظاهر قدرة الله تعالى على خلق الجبال وهي جعلها كالأوتاد لتثبت الأرض طبعا هذا كان درسنا اليوم الآيات من صورة الغاشية مطلوب منكم حفظ الآيات زائد المعاني والشرح الوارد في الكتاب وحل الأنشطة والأسئلة بخط مرتب الله يرضو عنيكم يا صف رابع وهلأ أنا انتهيت من شرح الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة